بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعن بوثي رحمة العالمين الملاقب العظيم العظيمة للاستغفار بعد فعل الزنب في خلال ثلاث ساعات أو ست ساعات على الأكثر والأحوط في خلال ست ساعات انظروا إلى هذا الحديث العظيم قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام الحاكم وصححه أيضا الذهبي وصححه الحاكم ما من المسلم يعمل ذنبا إلا وقفه الملك إلا وقفه الملك الموكل بكذب سيئاته يعني الملك يتوقف عن الكتابة أي يتوقف عن كتابة هذا الزنب ثلاث ساعات فإن استغفر من ذنبه لم يوقفه عليه لم يوقفه عليه أي لم يكتبه ما قال العلماء يعني ما يكتبش الزنب في الصحيفة كلمة ربما لم يقفه معناها لأنه حيوقف يوم القيامة بسبب فاز الزنب وفي رواية لم يوقف عليه يوم القيامة ولم يعذب به يوم القيامة وإن لم يستغفر كتباه الله عليه وفي رواية من روايات لأن ملك اليمين أو ملك الحسنات الذي يجلس على كتفك الأيمن أمين أمير على ملك السيئات يعني رئيس عليه فإن لم يستغفر في خلال ثلاث ساعات وفي رواية خلال ست ساعات قال له اكتبه قال له اكتبه عليه أراحان الله منه يعني يد عليك فمجرد أنت تستغفر تقول استغفر الله العظيم بعد فعل الزنب بس قبل ما يبايزاً لوحب منا لو استغفر كل ساعة أو استغفر بعد فعل الزنب مباشرة أو بالكتير في خلال ثلاث ساعات لن يكتب عليه اي زنب حتى لو كبيرة من كبائر بشرط الندم والعزم على عدم مواقعة مواقعة الزنب مرة أخرى طيب واحد يقول لك فيه زنوبة أنا مضمن عليها وما درشة بطلها وعارف يعني أن أنا ممكن أرجع عاملة تاني يبقى ايه فايدة الاستغفار لا لازم تستغفر يعني يمكن مربما يعني يلقي الشيطان في روعك لا داعي الاستغفار ما انت حتعمل الزنب تاني لا الاستغفار فيه بركة عظيمة ربما يكون هذا الاستغفار ساببا في هدايتك إلى التوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف الحديث حديث صحيح يقول رب العميل وهذا حديث قدسي يأذنب العبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاخفر لي فيغفر الله ثم يعود إلى ذنب مرة أخرى فيقول للرب للملائكة علم عبدي أن له ربا علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فإذا عاد العبد مرة أخرى فقال يا رب اغفر لي فقل للرب علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فإذا أذنب للمرة الثالثة ثم استغفر قال رب العلم سبحانه وتعالى لملائكة علم ربي علم عبدي أن له أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو ويغفر اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت العبدي فليفعل ما شاء فليفعل ما شاء خلص خدت حصانة من الزنوب أسمحت من أهل الجنة كلمة فليفعل ما شاء دي خلاص بقيت من أهل الجنة طب ليه لو ما قالوا تكرار الاستغفار بعد مواقعة الزنب حتى لو كان الزنب بيكرر لازم حيجي وقته تبطل يا ربا سبحانه وتعالى مش هيقول الكلام دوت إلا هو عارف لو أنت بتندم وبترجع بتندم عند وقتها دي هتمل هتمل من الزنب والنازم هتسيبه لأنك هتتحرج من راب العمي سبحانه وتعالى هتستحي من راب العمي سبحانه وتعالى شوه الاستغفار بيعمل ايه يبقى يبقى تكرار الاستغفار حتى ولكنت عارف أنك هتعمل الزنب إلا زكاة كبيرة متعلقة بحقوق الأدميين سفكت دم إنسان هتكت عرضه أكلت ماله يعني هتكت في الحالة دي هتلازم تسترديه ولازم ترجع له حق إنما الظنوب التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بعد مواقعة الزنب في خلال ثلاث ساعات لازم تستغفر عشان ما يتكتبش عليك ولكنت يبقى أنت لو أخسرت من الاستغفار في كل ساعة خاصة بعد مواقعة الزنب الزنب فيش أي حاجة تكتب عليك خالص يعني سيدنا وباقعة الزنب كان معصوم ما كان يعمل الزنب خالص لا ما كانت ما كانت معصوم経ительно ما الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أشار إليه وما تريد أنها في الحاج كان أم وقري بيضرب سيدنا وباقعة الزنب بيضرب العبد بتاعه فقال هو ابتسم انظره إلى هذا المحرم ماذا يفعل يعني واحد واحد محرم بيضرب العبد بتاعه إذن رسول صلى الله عليه وسلم غير راضي عن هذا التصرف لكن مناخب العظيمة السيدنا وقل الصديق لذلك الرسول صلى الله سeyed س überhaupt بيقول ما رأيته. ملك السيئات يكتب على ابي بكر سيئة قط. ما الرسول صلى الله س habían سأوا يعني ملك الحسنىات وملك السيئة قالوا لي امر Namao اشوفت ملك السيئات بيكتب على عبق سيئة واحدة مافيش مافيش سيئة واحدة تحطط في صحفته. لكن ماهو بيعمر السيئات سيدنا وقل زيدنا وقل مش معصوم. لكن مناخبه العظيمة قسمت الاختصافات و اكمل زكر وا 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 والمناخبه الوقت اللي تحصى ملك الساعة ما بيضغش يكتب عليه حاجة. ما بيضغش يكتب عليه حاجة. فإذا انقصت الاستغفار في كل ساعة. وخاصة بعد مواقعة الزمن. خلال ثلاث ساعات. مش هتخلي الملك يكتب عليك الساعة. لكن لو عدى ثلاث ساعات وما استغفرتش هتكتب الساعة. وملك حياده عليك. لكن إنسان ما ينصر المنزلة عالية ربنا سعادة عليه ينسي الكتبة. يخلي الكتبة تنسى. يعني ربما يقول له. ايبام الله واحد وصل الى درجة عالية من الولاية. والملك يقول له يعني استنى عليه ثلاث ساعات يمكن يوتوب. فإنسان ده ما يتوبش. ما ناسا يستغفر. بس هو رجل يعني إنسان. الملك ينسى. ده مدب ودب وده يعني بيعاز من الله سبحانه وتعالى. وبتدبير من رب العالم سبحانه وتعالى. حديثه صحيح ان شاء الله. فلك كل واحد يكسب الاستغفار خاصة في خلال ثلاث ساعات بعد مواقعات الزنب. خاصة عشان عشان الملك السيئات بيبقى مستني لو الوقت عدى. وما استغفرتش هيكتب عليك. وهكتب عليك حتستوقف يوم القيامة وربما تعذوا به. لكن لو لو اسرعت بالاستغفار قبل ثلاث ساعات مش هيكتب. مش هيكتب في الصحيفة. مش هيكتب. هو هتقول انا اكرره تاني. فما فيش ده اننا لا استغفر. لا استغفر. لان كاصلة الاستغفار ستصل بك الى التوبة. والاقلاع. تماما عن الزمن. ولو بعد حين. ولو بعد حين. فانا هكتب لكم الحديث في الوصف انساقوا هذا الكلام وانشورنا. شو هذا العلم في طواب عظيم. من العلم علما في الله اجر. من عامل ما تشوش تفعيل الجرس واشتراك في قناة. لسا لكم كل جديد. وانساعدون عشر سنة والسنة والسنة. قولوا قولوا هذا. استغفر الله اليوم.